الشغف بالقراءة والمعرفة والثقافة دي حاجة مهمة جداً وفي ناس كتير جداً دائمة البحث والدائمة التفتيش عن كل ما يتعلق بالمعرفة والثقافة وده أعتقد أنه شيء مطلوب وشيء ضروري وشيء مهم وشيء محمود كمان في حياتنا حاجة تانية كمان أنك تبقى زي ما بتشوف الكتب المصرية للأدباء والكتاب الكبار في مصر والأدباء الشباب كمان أعتقد أنه مش معقولة بقى في وقت احنا منتفرج فيه على كل القنوات في طول الوقت أنه ما نبقاش كمان بنبص على الآخر بفكر إزاي أو الناس التانية المعرفة موجودة بأنهي لغة وموجودة إزاي ثقافة عالمية كل الناس بتبقى محتاج أنها تسمع من بعض وتشوف أراء بعض وتشوف الناس بتفكر إزاي وده بقى مفكرين مصريين وعرب وأجانب ومن جنسيات مختلفة أعتقد ده بفرق كتير طبعا بفرق كتير نفتح نافذة كده للمعرفة على ثقافات العالم احنا عندنا منا مركز في غاية الأهمية اسمه المركز القومي للترجمة المركز القومي للترجمة ده موجود فين؟ في دار الأوبرا المصرية وأسسه الناقد والكاتب والمفكر الراحل الكبير دكتور جابر عصفور يعني من أهم إنجازات دكتور جابر عصفور تأسيس هذا المركز المركز اللي بيعمي بشكل مباشر أو بيهتم بفكرة ترجمة الفنون والأداب والعلوم اللي موجودة في ثقافات الدنيا كلها إلى اللغة العربية دايما كانوا بيقولوا إن المترجمون هم الرسل ما بين الحضارات يعني رسل الحضارات هم من يعمل في مجال الترجمة نقل خبرة ومعرفة وثقافة الآخر إلى الثقافة العربية هنعرف أكتر المركز ده بيقدم إيه؟ إصداراته المختلفة اللغات اللي بيترجم عنها إلى اللغة العربية وإصداراته كمان اللي أسعارها ماهيش أسعار غالية جدا ممكن أي حد يروح ويشتري في منافذ مختلفة جدا في أنحاء الجمهورية للمركز القومي للترجمة ويشوف العالم بيفكر إزاي معانا على الهوى الأستاذ وليد عبدالعزيز عضو الهيئة الاستشارية والباحث بالمكتب الفني بالمركز القومي للترجمة منورنا ومشرفنا في صباح الخير يا مصر أهلا لك أستاذ وليد أهلا وسهلا منورنا ومشرفنا أبني خليك أفن لماذا لا يعرف هذا المركز المركز القومي للترجمة متى أنشئ دوره وأهم المهام اللي بيقدمها للثقافة المصرية تمام زي ما حضرارك بدأت طبعا المركز اتأسس في أكتوبر 2006 بقرار جمهوري وقبل المركز كان فيه مشروع قومي للترجمة كان تابع للمجلس الأعلى للثقافة بدأ في تسعينيات القرن الماضي وأسسه الدكتور جابر عصفور والمركز امتداد لهذا المشروع القومي للترجمة اللي بدأ فيه تسعينيات زي ما قلنا ويوصل للكتاب رقم ألف مع بداية إنشاء المركز القومي للترجمة في 2006 طبعا المركز معني بنقل الكتب والمعارف العالمية من اللغات كافة إلى اللغة العربية والحقيقة إنه الدكتور جابر وضع رؤية لدور المركز وأهميته دور المركز مش بس بنحصر في ترجمة الكتب والمعارف وإنما كمان ليه دور في أنه هو بيعد جيل جديد من المترجمين والكوادر في الترجمة في المعارف المختلفة وبنحاول نحقق توازن في الترجمة ما بين المعارف الإنسانية بحيث أنه ما فيش مجال يكون هو التركيز عليه ونهمل بقية المجالات فالمركز من بداية إنشاؤه إحنا تقريبا ترجمنا عن 35 لغة أجنبية وتعاملنا مع مئات المتردمين وعشرات دور النشر العالمية وأصدرنا إلى حد اللحظة دي يعني ما يتجاوز 3500 عنوان طب دي أرقام كبيرة ومتميزة خلينا بقى نقسمها كده واحدة واحدة لما نيجي نقول أدب الأطفال في إقبال على ترجمة أدب الأطفال في إقبال على أن الأطفال تقرأ كتب مترجمة أصلا؟ بالتأكيد طبعا فيه اهتمام كبير جدا من بداية إنشاء المركز القومي للترجمة بترجمة أدب الأطفال وترجمنا من لغات مختلفة ترجمنا أدب أطفال طبعا احنا بنحاول نقدم أدب أطفال عالمي من اللغات المختلفة زي الإنجليزية والفرنسية حتى ترجمنا قصص من اللغات روسية الأطفال بيحبوا جدا القصص الشعبية والأساطير والخرافات فمثلا أصدرنا كتاب حوادية البيوت للأخوين جريم ودي مثلا مجموعة قصص مهمة جدا في الأدب الكلاسيك الألماني ترجمنا حكايات إيسوب مثلا ترجمنا نسخة مبسطة من دونكي خوتا دي لامانش للأديب الأسباني الثربانتس بشكل مبسط طبعا للأطفال وعملنا كمان سلاسل يعني استحدثنا سلاسل موجهة للأطفال منها سلسلة اسمها أدب الطفل مثلا أصدرنا فيها عدد كبير جدا من العناوين المهمة بترجمة عن لغات مختلفة زي ما قلت الحضرات كده عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية يعني عدد معتبر جدا وفيه إقبال طبعا كبير من أولياء الأمور والآباء إن هم يجيبوا الكتب دي وطبعا ده بيشهد على كده جناح المركز في معرض قاهرة الدولة الكتابة جميل العمل في الترجمة عمل دقيق جدا وصعب جدا وإحنا في مصر عندنا يعني كفاءات في الترجمة سواء من أساتذة الجامعات أو من يعمل فيه الترجمة كمجال متخصص يعني إزاي المركز بيدعم المترجم لأنه مفروض يبقى فيه دعم مادي ليه إنه بيتفرغ لفترة طويلة جدا فيه مترجمين بيعودوا بالسنوات عشان يترجموا كتاب واحد سواء في علم الاجتماع أو الفلسفة أو كتب الخاصة بالروايات والأدابة المختلفة في العالم الدور اللي بتقدموه للمترجم المصري طبعا المترجم بالنسبة لنا هو أساس المركز القومي للترجمة إحنا بنستقبل مقترحات المترجمين طبعا كل المترجمين مصقفين بالأساس بعضهم متخصص في الترجمة بعضهم متخصص في مجالات معرفية زي الفلسفة وعلم الاجتماع والتاريخ والجغرافية والعلوم الطبعية وهكذا يعني إحنا بندعم المترجم من خلال أن إحنا طبعا بيبقى فيه عائد مادي مقابل الترجمة بيحسب طبقا لعدد كلمات النص الأصلي بفئات محددة بيحددها المركز بنتعاقد مع المترجم في فترة محددة يسلم الترجمة طبعا إحنا بنرجعها وبنفحصها وبنتأكد من دقة الأسلوب وصحة الترجمة وكل الإجراءات دي وفي لجان المراجعة أكيد لكل كتاب طبعا وطبعا بياخد نظير مكافأة مالية نظير الكتاب اللي بيترجم طيب فكرة الإقبال على الثقافات الأخرى ده بنلاقيه في الأفلام ده بنلاقيه في اللعب مثلا في البلاي ستيشن وفي الكلام ده هم الشباب بتحب إنها تتعرف على الحاجات الغريبة هل بتحب إنها تتابع قراءات وتتابع أدباء مختلفين ولا يمكن أطفال عشان أهلي بتوجههم فلسه يعني يقدروا يوجههم شوية الشباب لوحدهم اللي هم عندهم اختيار القرار أو القدرة على اتخاذه بيعملوا كده ولا بيفضلوا الرواية التريند أكتر طبعا هو دي يعني حاجة واضحة جدا وظاهرة على الأيام دي إن فيه إقبال كبير جدا على الروايات زي ما حررت بتقول التريند ودي في الأرلب بيبقى دور النشر الخاصة هي اللي مهتمة إنها بترجمها إحنا طبعا بنترجم أدب عالمي بس بنترجم الأعمال اللي بتبقى أعمال أدبية فارقة في تاريخ الأدب وده مش معناه إن إحنا طبعا بنهمل الروايات المهمة بالعكس إحنا بنترجم روايات أخرى مهمة من ثقافات مختلفة وبنأكد كمان على إن إحنا نترجم من اللغات الشرقية ومن اللغات الأفريقية بحيث إن إحنا نطلع على ثقافات الشرق سواء الأدنى أو الأقصى بنترجم روايات وأعمال قصصية وإبداعية من الصين ومن اليابان ومن كوريا ومن اللغات الفارسية والترقية والإفريقية كمان والإفريقية طبعا مهم جدا جدا طبعا فأكيد زي ما أحبابك بتقولي طبعا إنما في حاجة كمان إن إحنا بداية لازم نخاطب الآباء ونقول لهم إزاي ممكن يختاروا عمل مهم ينمي قدرات الأطفال فإحنا مثلا عملنا سلسلة اسمها سلسلة علماء صغار السن صدرت في 12 كتاب بإخراج كويس جدا بورق ألوان بالصورة والرسومات ما هو ده اللي حيفرق الولاد حيتعرضوه ولا لا حسب الحاجة جاذبة لو زي الكتب اللي كنا بنشوف إحنا ما إحنا صغارين أعتقد إنه صعب إنهم يقبلوا على حاجة كذلوقتي لا بالعكس فيه قبل كبير جدا على نوعية الكتب دي ولس حريب تقول إنها مطبوع أربعة لون وعلى ورق محترم لا أكتر من أربعة لون ده بطبوع ألوان وعلى ورق محترم طبعا وكل كتاب لا يتعدى إلى 40 صفحة كل كتاب يتناول أهم الرواد في علم معين زي علم الكيمياء زي علم الفلك زي التنجيم وده طبعا نوعية الكتب اللي بتشجع جدا الطفل إنه يقرأ بعد كده بشكل موسع لما يبقى شاب أو بيحاول يختار هيحب إيه بعد كده طيب قبل ما نتكلم على توزيع الكتب دايما فيه سؤال بتكرر في كل مرة إزاي بقى فيه شبكة توزيع ومنافذ للمركز القوم للترجمة أو أي جهة من جهات النشر التابعة للدولة عشان تصل لكل الناس قبل ما نتكلم عن الجزئية دي نتكلم على أسعار الكتب كتاب الورق غلي وأسعار الكتب العادية أيضا يعني بقت غالية جدا صحيح ما بالحضرتك بيه الكتاب المترجم اللي فيه مشقة وفيه تمويل أكتر بيدفع للمترجم دايما تبقى أسعاره في دور النشر الخاصة غالية جدا صحيح سياسة التسعير هنا في المركز القوم للترجمة عشان أقدم خدمة ثقافية لكل المصريين بيتم إزاي طبعا سياسة التسعير متوقفة على الكتاب يتكلف قد إيه يتكلف قد إيه في حقوق الملكية الفطرية بتاعته اللي بأخدها من بره كمان بالزبط بأخد كاتب أجنبي بأتعاقد مع بالزبط ديهة النشر الأجنبية بالزبط وتكاليف الترجمة وتكاليف الطباعة كل ده طبعا بيضاف على ثمن الكتاب إنما المركز بصراحة سن سنة جميلة جدا وهي إن إحنا عاملين خصم خمسين في المية لفئات كتير جدا يعني أي طالب سواء في مدرسة من أول تقريبا الإعدادية أو السنوية أو الفئة اللي هتقرأ لحد طالب اللي معاه كان يهد دكتوراه لإنه يحصل على خصم بنسبة خمسين في المية في فئات أخرى بيصل الخصم فيها لاربعين في المية أعلميين والصحفيين أعلميين والصحفيين ونقابة الفرين التشكيلية اتحاد الكتاب نقابة الأطباء القضاء الرجال الداخلية كل دول بياخدوا بخصم أربعين في المية وأحيانا أزيد قادت رأي في المجتمع يعني هدفه إنه يبقى هما يتلقوا المعلومات ويتلقوا الثقافات المختلفة وبحيث إنهم يقدروا يأثروا في الحواليهم بالزبط كده بالزبط كده فطبعا التخفضات وطبعا التخفضات دي معمولة طول السنة يعني طول السنة أي طالب باحث معا كرنيه حديث بيقدر يحصل على نسخة مخفضة بنسبة خمسين في المية من تمانها الأصل فطبعا ده يعني متهيقليش إنه فيه جهة أخرى ممكن تعمل الخصم فمنافذ التوزيع بقى يعني شبكة التوزيع للمركز القوم من الترجمة عشان نصل لمحافظات مصر كلها ولكل قارئ ولكل عاشق للقراءة والاطلاع على الثقافات الأخرى موجودة إزاي؟ لإنه كتير ناس بيسألوا طب الكتاب ده هجيبوا منين وأنا مثلا قاعد في أسوان ولا لقصر ولا أي مكان بعيد عن مصر دي نقطة طبعا جميلة جدا وفي منتقى الأهمية إحنا منفذ البيع الرئيسي بتاعنا في دار الأبرة المصرية إنما إحنا عملنا عدة مبادرات مهمة جدا الفترة اللي فاتت أهمها مثلا إن إحنا خررنا عدد كبير من الكتب إهداءات لمراكز الثقافية في أنحاء مصر سواء في أسور الثقافة في بيوته الثقافة في مكتبات العامة وده معناه أن إحنا بنوفر الكتاب لأماكن أخرى طبعا وكمان في مبادرة حياة كريمة قريبا وزعنا ما يقرب من 15 ألف نسخة كتاب على الأماكن الجديدة وعلى المكتبات وزي ما حقا قلت بالظبط أما بالنسبة بقى التوزيع البيع فطبعا دي أمور بتحتاج دعم بقى لوجيستي بتحتاج أماكن تانية نخصصها بنحتاج شركاء معانا أنه هم يوزعوننا كتب طبعا هيبقى صعب جدا أن إحنا نعمل منفذ لبيع الكتب في كل محافظة أو لكل مكان فطبعا توفير الأعمال من خلال المكتبات العامة والمراكز الثقافية وحتى الجماعات ده بيعتبر الاعتماد الأساسي عليه طيب آخر حاجة بقى إحنا بنترجم من الأدب العالمي للغة العربية بنترجم بقى كمان من اللغة العربية للأدب العالمي طبعا طبعا ده إحنا للغات الأجنبية للغات الأجنبية طبعا ترجمة العكسية طبعا دي كانت خطة وحلم أن إحنا نعمله من فترة طويلة وإحنا بدأنا فعلا في الموضوع ده من تقريبا من سنتين وبدأنا بترجمة عملين مهمين جدا من اللغة العربية إلى اللغة الروسية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأدب الروسي والثقافة الروسية ترجمنا رواية خيال الحقل من اللغة العربية للغة الروسية وترجمنا كمان رواية الطق والإسورة للأديب المصر يحلي الطهر عبدالل وترجمنا ترجمة أخرى عكسية من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية كتاب اسمه رحلة الخير بيتكلم عن رحلة السيد المسيح إلى مصر والكتاب طلع سناء اللغة يعني بالعربي وبالإنجليزي وفيه خطوات تانية يعني احنا بصدد أن احنا نصدر ترجمات أخرى لأدباء مصريين من اللغة العربية إلى اللغات زي الإنجليزية والفرنسية كخطوة أولى يعني كل شكرا لك الأستاذ وليد عبدالعزيز عضو الهيئة الاستشارية وباحث بالمكتب الفني بالمركز القومي للترجمة نورتنا وشارتنا شكرا نورتنا أستاذ وليد ودعوة لكل عشاق القراءة أن هم يزوروا منفذ البيع الرئيسي المركز القومي للترجمة موجود في ساحة الأوبرا المصرية سيلاقي عنوين رائعة جدا للأطفال كتب علمية في الفلسفة في الأدب في كل ألوان المعرفة